اعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان عن حجم التمويلات السكنية خلال عام 2020 والتي بلغت نحو 19 مليون دينار بحريني استفاد منها اكثر من 600 مواطن حيث اكد ان هذه الخدمات تأتي في اطار خطة الوزارة لتنويع الخيارات امام المواطنين من خلال تسهيل الحصول على التمويلات الاسكانية لتوفير السكن الملائم الامر الذي يتماشى مع رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن تسريع حصول البواطنين على الخدمات الاسكانية وبما يواكب الالتزامات الاسكانية الواردة في برنامج الحكومة واضح وزير الاسكان ان الوزارة قدمت 378 خدمة تمويل شراء بقيمة 7 ملايين و522 ألف دينار كما قدمت 150 خدمة تمويل بناء بقيمة 9 ملايين و950 ألف و250 دينار اضافة الى 74 خدمة تمويل ترميم بقيمة 1 مليون و303 ألف و250 ألف دينار مؤكدا ان الوزارة تهدف الى تطوير الحلول التمويلية والاسكانية التي تؤمن خيارات متنوعة وفورية للمواطن البحريني المستفيد من الخدمات الاسكانية